سجلت مملكة البحرين مركزا عالميا متقدما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعكس فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال ويأتي متزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام تأكيدا لريادتها على الساحة الدولية في أكثر من مجال حققت مملكة البحرين خلال عامين على التوالي إنجازا دوليا غير مسبوق عبر تبوئها مركزا متقدما في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالأشخاص إذ حصلت على الفئة الأولى في تصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال عامين متتاليين 2018 و2019 كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبوأ هذه المرتبة لمرتين على التوالي مهام شعبة مكافحة الاتجار بالبشر تتلخص في الغرار الوزاري لسيدي معالي وزير الداخلية لسنة 2007 والذي نص الغرار على مهام هذه الشعبة وتتلخص في تلقي جميع البلاغات ذات الصلاة بهذه الجريمة والعمليات التحريات والجعمل الاستدلالات والقبض على المتهمين وتحويلهم جميعا إلى النيابة العامة تنفيذ جميع الغرارات الصادرة سواء من النيابة العامة أو المحاكم المختصة بهذا الشأن تنسيق مع الجهات الرسمية والمختصة والتي تم ذكرها في القانون مكافحة تجار بالأشخاص في عملية تلقي البلاغات وتبادل المعلومات في هذا الشأن العمل على الحملات الإعلامية وتوعية الجمهور بهذه الجريمة كذلك إنشاء نظام إلكتروني لجميع جميع البيانات والمعلومات عن الضحايا تتلقى لدارة العامة المباحثة لدلة الجنائية بلاغات الشكاوي خاصة بالتجارة البشر على هاتف رقم 17718888 طبعا البلاغات ترد لنا من كافة الجهات قد تكون سفارات أجنبية وأول ما تتلقون البلاغ هناك أشخاص مدربين ومؤهلين على المتابعة القضايا للإزجار بالبشر وفي حاليات الضحية الإدارة لتقديم البلاغ بنفسها الأشخاص اللي تعاملون معها يكونون مؤهلين لمعرفة الضحايا بصورة استباغية معرفتها من ناحية شكلها الخارجي يكون فيها أثار ضرب أو أثار نفسية مثل الخوف والاكتئاب ومن بعدها الجهود تغوم إدارة التجار بالبشر في متابعة الأماكن المشبوهة التي تكثر فيها القضايا للتجار بالبشر ولم يأتي هذا الإنجاز من فراغ وإنما محصلة لجهود وطنية دأوبة شاركت فيها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة للتجار بالبشر وحماية الأداب العامة والتي تقوم بجانب دورها الرئيسي في إنفاذ القانون بالعمل على تطوير مهارات وقدرات العاملين على طرق الكشف وبصورة استباقية عن ضحايا للتجار بالبشر فضلا عن توعية المجتمع بأخطار هذه الجريمة الدور التوعوي الذي تقوم فيه الإدارة تقوم الإدارة بلقاء محضرات في مجال مكافحة الأتجار بالبشر بالأكاديمية الملكية للشرطة وكذلك تقام المحضرات في الإدارة لمنتسب وزارة الداخلية بالإضافة إلى استقبال وفود من قوى الدفاع البحرين والحرس الوطني وبعض الجهات الأخرى يتم تأهيل مدربين وفق معايير الأمم المتحدة من خلال المشاركات الدورية في ورش العمل والدورات التدريبية الداخلية والخارجية والتي تقام من قبل اللجان التابعة للأمم المتحدة وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يصبح واجبا إبراز الإنجازات والأداء الوطني المتميز في هذا المجال في إطار جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن وحماية النظام العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة